يواصل مطار العريش الدولي استقبال المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح البري وشهد المطار اليوم إجلاء عدد من المصابين لدولة قطر في إطار التعاون بين قطر ومصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين كما يواصل معبر رفح البري عمله في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية واستقبال الجرح والمصابين ومزدوج الجنسية شكرا